السلام والله أعطيكم العافية وأهلا وسهلا في الجميع بدنا نحكي اليوم عن موضوع مهم جدا وهو عملية نصب جديدة عم بتسير طبعا هي مش جديدة هي قديمة بس عم تنتشر مرة ثانية بجيك ميسج بالمختصر بجيك ميسج على الموبايل أو على الإيميل وبقولك انه وصلك تحويله من شخص معين هاي التحويله مقدار مثلا 100 دولار وأحيانا بقولك انها من مؤسسة حكومية مثلا من مؤسسة الضرائب أو اشي زي هذا المثال اللي بحطلكو اياهون وبعدين بعطيك زي لينك انت بدك ترو على هذا اللينك طبعا احنا في كندا الكل بيعرف في عنا شغلة اسمها انتراكت ترانسفير ماني اللي هو عن طريق البنك شركة انتراكت بس تعمل انت كليك على هذا اللينك راح يورجيك صفحة اكلها صفحة الانتراكت نفسها اللي هي اسماء البنوك وبتكبس على اسم بنكك بس لو بتطلعوا فوق الصفحة ما راح تلاقوا انه الاسم طبع الصفحة انتراكت راح تلاقوا موقع ثاني وهذا هو بسموها الفيشنج او انه طريقة انه ينتصب عليكو بدون اخذ المعلومات فبالمختصر شو بتسوي انت بتعمل كليك على البنك تبعك بورجيك صفحة زي صفحة البنك تبعك بتدخل الوسرنام والباسورد هذا الوسرنام والباسورد بروح عليهم وطبعا بطلع لك انه او سكسسفولي كمبليتد اوكي لما انت تدخل على هاي الصفحة عم تعطي معلوماتك بالمختصر لهم وهم بقدروا بهذا الوقت يدخلوا على البنك تبعك وياخدوا كل شي بيدهم اياه الفلوس المعلومات اوكي غيروا الباسورد حتى تبعك فانتبه انتبه 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 اذا ما انت بتتوقع مصاري من احد ما تسوي هاي الشغلة البنك انا لما حكيت له عن الموضوع اللي بنصحك انك تعمل شغلة auto deposit يعني تدخل المصاري automatic بريحك نهائيا ما بدك لا باسورد ولا ايشي فانتبهوا من هاي الطريقة والله يعفينا ويعفيكم ويعطيكم العافية وسلام